فضيلة الشيخ عطية فقر هذا رجل يقول تزوجت منذ سنتين واصبحت زوجتي تهمل مظهرها ولا تستجيب لرغبات الجنسية بحجة انها مجهبة من عمل البيت طوال اليوم وهذا يجعلني افكر في غيرها وارغب في الزواب لكن الظروف المادية لا تسمح بذلك فماذا افعل معلوم ان طاعة الزوجة لزوجها لها اثرها الكبير في انتظام شير الحياة الزوجية وتكون بها الزوجة سكنا ورحمة كما قالت العربية لبنتها كوني له امة يكن لك عبدا ان كل الاديان تحذر الزوجة من عصيان زوجها وهذا بعض ما جاء في الاسلام عن ذلك اي ممرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة حديث رواه ابن ماجه والترميبي وحسنة ثلاثة لا ترفع ثلاثهم فوق رؤوسهم شبرا رجل الام قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط واخوان متصارمان هذا حديث رواه ابن ماجه وابن حبان وروى الترميبي نحوه اذا دع الرجل امرأته الى فراشه فلم تأشه فبات غضان عليها لعنتها الملائكة حتى تسبح هذا حديث رواه البخاري مكس ان تقصير الزوجة في هذا الحق يجعل زوجها بين امرين اما ان يطلقها ويستبدل بها زوجة اخرى واما ان يضم اليها ضرة وكان قادرا على ذلك مع العدل بينهما الى جانب ان تقصيرها يجعلها نافزا يسقط حقها في النفقة وتستحق التعديد واذا كان عندها عدر كمرض او سعر ينبغي ان تستعقف زوجها باسموب حسن واقول للزوج صاحب السؤال ارجو ان تقبل عدرها ان كان صحيحا وليتحمل هو بعض الالام حتى تدوم العسرة فالحياة الزوجية تعاون يقوم به الطرفان والثمرة لهما جميعا والله اعلم